في مقابل أعظم وأقوى دبابة صنعت في التاريخ سلاح بسيط تافه صنع من مواصير السباكة والسماد تسبب في قتل بالمئات وخسائر بالملايين الياسين 105 هل فعلاً كانت الياسين 105 فعاله ضد الميركافا أو أنه مجرد تطبيل ما علاقة السكر والسماد ومواصير السباكة بأسلحة الفلسطينيين كيف نسخ الفلسطينيون القذائف السوفيتية وكيف سرقها السوفيت من النازيين كيف تعمل الياسين وكيف تم تصنيعها من ألف إلى يع ستجد في هذا المقطع بمشيئة الله تعالى خلك معي علشان تفهم شلون الياسين طورت وصنعت واستخدمت لازم ترجع معي بالزمن وراء إلى الحرب العالمية الثانية في عز ثورت الدبابات وكانت هي السلاح الفعال في الحرب وطور النازيين سلاح مضاد للدبابات وكان أول سلاح مضاد للدبابات هو البانزر فاوتس النازي سلاح محمول إن شاء الله بطريقة غريبة ما هو بدقيق لكن خفيف ورخيص نشر منها ألف حبة على مدينة مليئة بالدبابات تتحصل لك يعني تكتيك عسكري مضاد للدبابات ممتاز جدا في نفس الوقت طور الأمريكان سلاح البازوكا وهو أيضا قاذف صواريخ مضاد للدبابات جو الروس كعادتهم ينسخون ويسرقون كثير من التكتيكات والمبادئ العسكرية وأيضا التقنيات العسكرية جو السوفيت وطوروا الـ RBG-2 1946-47 في هالحدود الـ RBG-2 ما كان أحسن سلاح طورها السوفيت ولهو باللي انتشر الـ RBG-7 اللي هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم الـ RBG-7 صنع بالعديد من القذائف والصواريخ المختلفة لعدة استخدامات اللي من ضمنها أيضا قذيفة الياسين لكن خلنا شوي في الـ RBG-7 وين أول استخدام له أول استخدام حقيقي للـ RBG-7 تدرون وين؟ كان في حرب 67 من المصريين استخدموه كأول من استخدم الـ RBG-7 اللي اليوم يستخدم في كل الحروب وأدوا أداء مذهل ضد الدبابات القديمة المتهالكة ذاك الوقت الإسرائيلية بعد ذلك جاءوا الفتناميين واشتغلوا الأمريكان اشتغال في الكمائن بطريقة مرعبة فعليتها السلاح تكمن في أنه خفيف، رخيص، سهل الحمل، قادر على اختراق 21 سنتي من الدروع يعني أي سيارة روحت لكن مو بأي دبابة وبتعرف ليش في المقطع وأنظمة التدريع الحديثة اللي ما خلت الـ RBG-7 يخترق كل الدروع طب يا مم ساعد حنا دخلنا المقطع وبعد عشان تعطينا نبدة تاريخية وكلام فاضي هذا عنا نبي شون يشتغل؟ شون يشتغل الـ RBG-7 أو الياسين؟ تحتاج جزئين في موضوع الـ RBG-7 أو الياسين تحتاج إلى القاذف والمقذوف القاذف يتكون من أنبوب حديدي فيه شكمان وراء للـ Ventilation أو التهوية لموضوع الانفجار يوديه وراء زناد مثل زناد المحالة عشان يشعل فتيل أو صاعق المقذوف وفيه نياشين إن بغيت نياشين Iron Sight حديدية أو دربيل هذا هو القاذف أما المقذوف المقذوف يتكون من ثلاث أجزاء وهي مهمة جدا الجزء الأول شحنة متفجرة صغيرة مثل شحنة الرصاص يرميها يدف الصاروخ دفة أولية حوالي 20 متر بعدها يجي الجزء الثاني الجزء الثاني الصاروخ فيه شكامين قوية جدا يدف دفة قوية يسمى بوستر هذا هو الصاروخ اللي فعلا فيه تسارع عالي وقدرة عالية على الدفع يطلع أحيانا منه مراوح وبعض أحيانا ما فيه مراوح المراوح شفايدتها؟ يعطيك نوع من التويست أو البرم علشان زيادة الدقة ثم في المقدمة يجي موضوع الشحنة المتفجرة واللي شاف معنا الفيديو القديم ممكن قبل أربع خمس شهور عن قذيفة شي اسمه فدائي كان تكلمنا عن موضوع الشيب تشارج أو الحشوات المفرغة الشيب تشارج هو عبارة عن قمع وراه متفجر بحيث أنه يركز كامل التفجير في بلازمة في خط صغير في بيم دقيق للاختراق حلوين؟ طبعا بعد اكتساح الأربي جي في العالم قاموا بجولة الأمريكان وقالوا تاتاتاتات ماذا شذا؟ جيبوا وقاموا بدراسات دراسوا المدى مثلا المدى قاموا وبدأوا يستخدمون المدى على أهداف متحركة ويرمون ووجدوا أنهم قادرين على إصابة الهدف المتحرك خمسين متر ستين متر سبعين متر مئة متر مئة وخمسين يبدأ يتراجع إلى أن يصل إلى الميتين إذا وصل إلى الميتين أنت أمام خمسين في المئة فرصة إصابة هدف متحرك من أول ضربة بعدها ما عد يمدي يمديك تصيب أهداف ثابتة إلى 500 متر لكن يبيلها رامي ماهر وصعبة جدا الروس أضافوا ميزة له انقلبت ضدهم بعدين ألا وهي أنها بعد 950 متر لازم ينفجر من نفسه كميزة أمان لو رميتها في الهواء أو اخطيت أو فضاء لازم بعد 950 متر 950 متر ينفجر بنفسه كذا فيه نظام تأخير يفجر نفسه استخدم الأفغان الميزة الأمان هذه ضدهم وصاروا يستخدمونها كموضات طيران كوسيلة للكمائن يبعد 950 متر ثم يرمي قدام السيارة يصير الانفجار قدامها الشضايا هذه تؤدي إلى قتل أكبر عدد ممكن من المهاجمين أو من الناس أو خلافة المهم هذا هو المدى عموما بشكل كامل السرعتها 300 متر في الثانية ما هي بداك السرعة العالية ولو بالسرعة المنخفضة ووزنها من 4-5 كيلو يعني ما منزود وزن هذه المميزات جعلت الـ RPG7 في كل الحروب لن تجد حرب إلا موجود فيها والسبب أنه فعال ضد كل السيارات ضد كل المدرعات العادية وناقلات الجند حتى بعض المتحصنين خلف الدروع والجدران لكن الدبابات تطورت في تدريعها تطور مذهل وقالوا والله شف دي حديد لو زودنا وحطيناها 40 سنتي حديد معدي ماشي الدبابة هو وزن ثقيل لذلك لازم نطور ميزة تدريعية تتفوق على الحديد وجو بنظام التدريع النشط وهو عبارة عن صفيحة كذا متفجرة بحيث أنها إذا صابها الـ RPG يفجر يجي انفجار ضد انفجار ويضيع طاقة الانفجار ولعد تدخل الحديد اللي وراها فشل الـ RPG7 اليوم ضد الدبابات جو الروس تحسبهم وقفوا قالوا عندنا الحل الحل نحط بدال الرأس رأسين وسموا هذه القذيفة التانتم رأس في المقدمة يفعل الدرع النشط الطبقة اللي قدام خلا ينفجر فيها ثم يجي الـ RPG7 الي وراه ويخترق الحديد وكان فعلا حل مذهل ضد الدبابات والتدريع النشط فيها طبعا شفت بعض التقارير في بعض القنوات التلفزيونية ماهو بفاهمين السالفة هذا يخترق والثاني يدخل يفجر لا 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 الإعلامية مو بفاهمين السالفة صح يقول هذا يخترق الاولي الثاني يدخل يلقى الجنود موجودين ينفجر فيهم لا لا يهمي بكذا هي الواحد يطفي التدريع النشط عموما هذا وصلنا إلى التاندوم والتاندوم هي ما نسخه الفلسطينيون ليكون اليسين 105 105 طبعا عبارة عن السماكة هذه 105 مليمتر يعني 10 سنتي ونص جوا ونسخوا كل الجزئيات بداية من الانفجار الصغير إلى الصاروخ إلى الشحنة المتفجرة قدام كشحنة صغيرة والشحنة الثانية اللي وراها باستخدام مواد بداية جدا تكلفتها ما تجي 200 دولار وهي عبارة عن خليط من مواد منزلية بسيطة وفعالة وتدرون نبنخصص مقطع عنه شلون الصواريخ الفلسطينية تطير منون يجبون مادة اللي يطير صواريخ ويطيرون صواريخ بالألاف نبنشرح بإذن الله طريقة تصنيع الصواريخ فكانت هي اليسين وفعلا فعالة ضد الدروع النشطة وضد المركابة بس مو بكل المركابات طور الإسرائيليون ميزة تدريع لم تكن موجودة مسبقا ألا وهي التروفي التروفي ما ينتظر أما يحط أن شحنة متفجرة ثم نجدار قال لا أنا ما يمنتظر أنه يطقني عشان تتفجر الدرع نظام التروفي كاميرات يصيد أو رادارات تصيد المقذوفات اللي جاية عليها ويطلق قذيفة مضادة لها فيها روس حديدية صغيرة فكأنه ينثر في وجهه تراب شوزن علشان يتفجر المقذوف قبل ما يوصل وتضيع طاقته لذلك اليوم كل القذائف التي فشلت في تدمير المركابة كان نظام التروفي مفاعل فيها ونجح في التصدي لها لكن مو بكل الدبابات اللي شاركت كانت تحتوي على نظام التروفي ولهي بكل الزوايا يغطيها تروفي ولهي بكل الأحوال يغطيها تروفي ومشيئت الله فوق كل شيء هو اللي يسوك القذيفة اللي تصيب في هدفها وتفجرها طبعا نرجع للمبدأ النازي الأول انشر ألف مضاد دبابات حتى وإن لم يكن فعال مئة في المئة أنت بتحصل على نتيجة فتاكة في الأخير وهذا اللي صار الآن حتى وإن كانت القذائف ليست بالفعالية الأسطورية الخيالية ترام أخرتها 200 دولار إلا أنها سوت سوايا مهي بشوي الفلسطينيين اليوم وصلوا إلى شيء ما كانوا يتخيلون أن يوصلونه في اختراق الدبابات مع عدا سالفة التروفي هل تعتقد أن الفلسطينيين قادرين على التجاوز أو التغلب على نظام التروفي ودراستها بشكل كامل لإيجاد نقاط ضعفة؟ من مشاهدتك للأخبار والتقرير هل تعتقد أن قذائف الياسين كانت هي الحل للأمثل ضد المركافة؟ هل تظن أن الإسرائيلين عندهم تقنيات قد تكون مضادة للياسين؟ كل هذه الأسئلة أنتظر رأيك فيها في التعليقات لكن في سؤال أهم من هذا كله كيف مشتركت إلى الحين؟ سلام عليكم